ومع قرار الفيدرالي الأمريكي يعني ما زالت أزمة الطاقة مستمرة تعاني منها مش بس الدول الأوروبية ولكن كل دول العالم هناك أزمة تغذاء ارتفاع أسعار المواد الغذائية واختفاها في بعض الدول الأخرى بتواصل الدول الأوروبية مضاعفة دعوتها لتقليل استهلاك الطاقة وسط ارتفاع الأسعار بشكل كبير جدا واستمرار تدعيات الأزمة الروسية الأوكرانية خاصة بعد أعلان جازبروم الروسية النهاردة بتخفيض امدادات الغاز الطبيعي إلى أوروبا لمستوى 20% لذا هذا الأمر يطرح العديد من التساؤلات حول مواجهة القارة العجوز للكثير من الأزمات مع اقتراب فصل الشتاء يعني على سبيل المثال عندنا فرنسا اتخذت قرار بمنع استخدامات الإعلانات المضاء ليلا لتوفير الكهرباء توقعت ألمانيا زيادة أسعار الكهرباء واللجوء للطاقة النووية وغير وغير مختلف الدول اللي اتخذت بعض القرارات من أجل حل هذه الأزمة